أو عملوها تشب كده من وسط الملعب وحطاها بدماغه تاني وليد سليمان عاوز يحطاه في الناحية العكسية إنما جاند قوي ويه على الأرض عمار حامدي التحام في القرى اللي فاتت إن شاء الله يقوم عمار ما فيهوش أي حاجة سلامات يا عمار 37 ديئة من الشوت الأول من التجربة الودية الأهلي على ملعب مختار التيتش أمام فريق من السمنود أحد أنديت القسم الثالث قادي عمار إن شاء الله يقوم سليم نزله الدكتور أحمد أبو عبلا طبيب الفريق شكل كده الإصابة ورد الفعل بتاع عمار إن شاء الله ما تكونش حاجة جاندة قادي القرى اللي عمالها طاهر في منتهى الجمال والروعة يتكلم عليها بقى عندنا في الستوديو اتنين فرودة أكبار قوي كابتن أحمد بلال والكابتن أسامة حسني ولعبة وسط مهاجمين على أعلى مستوى كابتن أسامة عربي والكابتن عادل عبر حمان وترفولتا القرى المصرية اللي كان بيجي من طرف الملعب ويعمل كور زي اللي عملها طاهر دي يتكلموا عجوم بتاع طاهر محمد طاهر في حرفانة في شغل في تأثير في اللعبة اللي عملها طاهر محمد طاهر قادي كورة عمار قصبت رجله إن شاء الله تكون سليمة يا عمار وإحنا بنلعب في آخر سبع دقائق ربعية للنادي الأهلي على التوالي كده كريم فؤاد وإحمد عبد القادر وحسام حسن وطاهر محمد طاهر وهدف وحيد عن طريق محمد خالد لاعب من يد سمنود قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيتصدر قمة الدوري قبل توقف المسابقة قادي هيغير عمار باين الراجل أول مواع على الأرض رد فعله وتقلم جامد أو قادي اللعبة هي بص الراجل داخل جامد الراجل وهو بيشوت الكورة لا 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 باد اسمه كلام باد اسمه كلام هو ممكن ما يكونش يقصد على فكرة سام السيد إنما اللي استرز بتاع رجله فقصبت رجل عمار حمدي إن شاء الله تكون بسيطة عمار وفي اعتقادي مسلماني يريحوا عشان لا تتفاقم الإصابة ما فيش داعي إن هو يكمل الراجل خصوصا لقاء سهل ودي فعلا الدكتور أحمد أبو عبلا بيقول ليه الجهاز الفني إن هم يبدلوا موجود على الدكة النهاردة محمد محمود وقهربة محمد فخري ويهي اللعيب الصغيرين بقى محمد مصير عبد الرحمن أشرف مانو ويهي زياد طريق صالح نصر قادة الكورة والالتحام والاشتراك الجامد من سام السيد لعب وسط فريق ترجمة نانسي قنقر